ترجمة نانسي قنقر وتعزيز النمو المستدام ما يعزز مكانة البحرين في قيادة التكنولوجيا المالية العالمية وسوف تسهل الشركة إجراء معاملات سريعة وآمنة وخالية من المخاطر عبر مختلف العملات ما يساعد المؤسسات المالية في المملكة على تقديم خدمات أفضل لعملائها من جانبه أكد السيد بدر ساتر الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية أكد أن الشركة هي خطوة استراتيجية في جهودهم لدفع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في البحرين انطلقت فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية 24 فنتيك في العاصمة السعودية الرياض ضمن مساعي السعودية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي في هذا المجال في هذا الإطار أكد محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن السياري أهمية تمكين الابتكار المالي ودور التكنية المالية في دعم تحول الاقتصادي في السعودية ويستقطب المؤتمر نخبة من قادة القطاع المالي العالمي على مدار ثلاثة أيام حيث يتوقع حضور حكام ومحافظي بنوك مركزية وقادة من سلطات النقد في هونج كونج ومنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى رواد التقنية المالية من مختلف أنحاء العالم والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية هبطت أسعار خام برينت يوم الثلاثاء مع تباطئ النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستورد للخام في العالم ما زاد المخاوف بشأن الطلب وهو ما تغى على تأثير توقف الانتاج والصادرات من ليبيا وانخفضت العقود الأجلة الخام برينت بنسبة 15% إلى 77 دولار و15 سنة للبرميل بحلول الساعة الخامسة وخمسة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينتج كما انخفض مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر في أغسطس تدرس مجموعة فولكس وايجن إغلاق بعض مصانعها في ألمانيا لأول مرة في خطوة تهدف إلى خفض التكاليف وسط الضغوط المتزايدة على الأسعار التي تواجه الشركة من المنافسين الأسيويين وتعد هذه الخطوة أول تحدي كبير للرئيس التنفيذي أوليفر بلوم الذي يسعى لتحقيق توافق بين الإدارة والنقابات ذات النفوذ الكبيرة داخل الشركة ومن المقرر أن تناقش الشركة التدابير المقترحة بما في ذلك إمكانية إلغاء برنامج الأمن الوظيفية الذي كان يحمي العمال من فقدان وظائفهم حتى عام 2029 والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية ترجمة نانسي قنقر